وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ وذلك لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الأزمات جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء وفي اجتماع آخر بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير الصحة ومستشار الرئيس للصحة الوقائية وجه الرئيس السيسي بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقد وجه السيد الرئيس بالتطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة بنيته التحتية وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها ووجه السيد الرئيس أيضا بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات وذلك على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم وذلك بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السايبراني في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار عرض في هذا الإطار مخطط تطوير معهد ناصر كما استعرض السيد وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بيجلاسجو في مصر كما عرض السيد الوزير أهم التطبيقات المقترحة التي ستعمل من خلالها أكاديمية علوم الرياضيات خاصة الحواسب الإلكترونية وتكنولوجيا الإنترنت والطيران والفلك والفضاء ومعالجة البيانات والبرمجة كما شهد الاجتماع إطلاع السيد الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لا سيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فضلا عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية خاصة المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور عمري طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة واللواء عمري فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية وأجيزة النجدة والمرور والحماية المدنية عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين كما تم في ذات الصياق استعراض الجهود التنصيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقا لأحدث المعايير العالمية وقد وجه السيد الرئيس بالتنصيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل